دين السعادة والمحبة والجمال دين السماحة والإجابة والسؤال دين التمثل والحوار بنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا ونبينا محمد مشاهدي الكرام أهلا ومرحبا بكم وهذه الحلقة من برنامج هذا ديننا مع العشر الأخير من رمضان فاليوم هو اليوم العشرون وبغروب شمس هذا اليوم تبدأ ليلة الحادي والعشرين من رمضان وهي أول ليلة من الليالي الوترية الليالي التي يحتمل أن تكون فيها ليلة القدر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم التمسوها في الوتر من العشر الأخير من رمضان العشر الأخير من رمضان كان للنبي صلى الله عليه وسلم فيه أحوال تختلف عن أحواله في العشرين الأول وبالتالي تختلف عن أحواله في غير رمضان وهكذا نقلت السيدة عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتهد في رمضان ما لا يكتهد في غيره وكان إذا دخل العشر الأخير من رمضان أحيى الليلة وأيقذ أهله وشد المئزر كل ذلك التماساً لليلة القدر الليلة التي أنزل الله تعالى فيها القرآن كرمها ربنا تعالى ورفع من شأنها بكرامة الكرآن إنا أنزلناه في ليلة القدر وهي الليلة التي أخبرنا بها صلى الله عليه وسلم في الوتر من العشر الأخير من رمضان رمضان الذي أنزل فيه القرآن الذي كرمه الله تعالى ورفع من شأنه بكرامة القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أراد الله تعالى تشريفاً وتكريماً لرمضان إلى جانب فضله وشرفه ففرض علينا الصيام فيه فقال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم إذن صيام بالنهار وقيام بالليل ومعهما تلاوة القرآن آناء الليل وأتراف النهار فما بالنا حينما يدخل العشر الأخير من رمضان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل في غير رمضان ولكنه لم يكن صلى الله عليه وسلم يقوم الليل كله يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلاً نصفه أو انقص منه قليلاً أو زد عليه ورتل القرآن ترتيل قم الليل إلا قليلاً كان يقوم ثلاث أرباع الليل وينام الربع نصفه كان يقوم النصف وينام النصف الآخر أو انقص منه قليلاً كان يقوم الثلث وينام الثلثين أو زد عليه كان يقوم الثلثين وينام الثلث وفي كل حال من هذه الحالات الأربعة لا هم له إلا تلاوة القرآن ورتل القرآن ترتيلاً فإذا ما دخل رمضان قام النبي صلى الله عليه وسلم على أحسن حال كان عليها قبل رمضان فكان يقوم ثلاث أرباع الليل لكن إذا دخل العشر الأخير من رمضان فلا مكان للنوم في ليله لذلك كان صلى الله عليه وسلم يحيي الليلة كله كما أخبرت السيدة عائشة رضي الله عنها كل ذلك التماساً لهذه الليلة التي قال فيها صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه وقد جمعها الله تعالى مع الصيام ومع القيام وكان لقيام هذه الليلة نفس النتيجة لصيام رمضان ولقيام رمضان من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه دل ذلك على أن قيام ليلة القدر وحدها يعدل في ثوابه وأجره صيام شهر رمضان وقيام ليل رمضان ثواب صيام رمضان الذي قال الله تعالى فيه من خلال الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به كل عمل يقوم به ابن آدم له ثواب معلوم عليه إلا الصيام فثوابه لا يعلمه أحد إلا الله لا يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل أجر كبير وعظيم عند الله تبارك وتعالى ولذلك حينما تحدث ربنا تعالى عن ليلة القدر التي تعدل في ثوابها صيام الشهر كله وقيام الشهر كله قال سبحانه إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر لا تتوقف عند العدد عند عدد الألف لأن الله تعالى لم يقل ليلة القدر تساوي ألف شهر ولكنه تعالى قال ليلة القدر خير من ألف شهر أفضل من قيام ألف شهر ومن صيام ألف شهر فإذا قام العبد هذه الليلة إيمانا منه وتصديقا بأن الآمر هو الله والمؤكد عليها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتسابا الأجر عند الله تعالى أي قامها مخلصا لله عز وجل كان له هذا الأجر الكبير الذي لا يعلمه إلا الله لذلك من حرم خير هذه الليلة فقد حرم ومن حرم خير رمضان فقد حرم ويل لمن أدرك رمضان ولم يغفر له إذن علينا أن نتشبه وأن نقتدي بالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في أقواله وفي أحواله وفي أفعاله صلى الله عليه وسلم امتثالا لقول الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا العشر الأخير حينما يدخل العشر الأخير فقد مضى عشرون يوما هذه الأيام مضت سريعة فما بالنا بالعشر ستمر أسرع وسينتهي رمضان لذلك علينا أن نأخذ من هذا الشهر ما يجعلنا بين يدي الله تبارك وتعالى في حالة فرح وسرور نفرح بثواب الله تبارك وتعالى على الصيام نفرح بثواب الله تبارك وتعالى على القيام واستكمالا لهذا الثواب العظيم شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر علينا أن نبادر بإخراجها من أخرجها تقبل الله تعالى منه ومن لم يخرجها فعليه أن يسارع وأن يبادر حتى يتسنى للفقير أن يأتي بحاجاته وحاجات عياله وأهله قبل أن يأتيهم العيد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال فرض علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات فعلينا أن نبادر قبل أن تنتهي هذه العشر وكذلك هي واجبة على من امتلك فائضا عن قوت يومه كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الكبير والصغير والذكر والأنثى والعبد والحر من المسلمين إذن هي واجبة على الجميع يخرجها الإنسان عن نفسه وعن من يعول وسيسأل عنها بين يدي الله عز وجل وزكاة الفطر لها ثوابها عند الله فهي فريضة من الفرائض التي افترضها الله عز وجل على المسلمين ولذلك حينما ينتهي رمضان يأتي العيد والعيد يسمى بعيد الفطر عيد الفطر لأن الإنسان ينتقل من حالة الصيام إلى حالة فطر عيد الفطر لأن الصائم قد أخرج زكاة فطره قبل أن يأتي هذا اليوم ولذلك أعد الله تبارك وتعالى للصائمين كما أخبر في الحديث القدسي أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر اقرأوا إن شئتم قول الله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون جزاء بما كانوا يعملون كانوا في حالة الصيام بالنهار وكانوا في حالة قيام بالليل كانوا يقرؤون القرآن أناء الليل وأطراف النهار كانوا يتصدقون على الفقراء والمساكين كانوا يتقربون إلى الله تبارك وتعالى بسائر الأعمال وهناك عبادات سهلة يسيرة لا تحتاج إلى جهد ولا إلى وقت ولا إلى مال عبادة لها ثوابها عند الله عز وجل نعم إنها عبادة الدعاء الدعاء الذي أمرنا الله تبارك وتعالى به ووعدنا الإجابة فقال سبحانه وقال ربكم دعوني أستجب لكم ما كان الله تعالى ليفتح باب الدعاء ويغلق باب الإجابة وهو القائل وقال ربكم دعوني أستجب لكم لذلك جاءت آية الدعاء بين آيات الصيام لأهمية الدعاء مع الصيام فهل نتخيل صائم بلا دعاء هل نتخيل قائم بلا دعاء إذن الدعاء مرتبط بالصيام ومرتبط بالقيام لذلك جاءت هذه الآية بعد آيات الصيام بل بين آيات الصيام وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فلا ينسى الصائم حال صومه الدعاء ولا ينسى القائم حال قيامه الدعاء ونستكمل إن شاء الله بعد هذا الاتصال السلام عليكم وعليكم السلام يا شيخ أنا عازة أسألك على سؤال إذنك تطلع على دين نصر حاضر سؤال تاني أسأل الله تعالى أن يسر أمرك وأن يشرح صدرك وأن يرفع قدرك في الدنيا والآخرة شكرا يا أختمي لذلك جاءت آية الدعاء بين آيات الصيام وإذا سألك عبادي عني فإني قريب الله تبارك وتعالى أقرب إليك من نفسك التي بين جنبيك وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان ولك أن تتأمل هذا التقديم والتأخير في الآية من الطبيعي أن يكون الدعاء ثم يعقبه الإجابة ولكن الله تعالى قدم الإجابة على الدعاء أجيب دعوة الداعي إذا دعان وكأن الله تعالى يقول للعبد ما أردت ها هو قائم بين يديك ولكن ما عليك إلا أن تدعو كل جاهز عند الله سبحانه وتعالى إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون فما على العبد إلا الدعاء والله تعالى الذي وعد لا يخلف الميعاد ومن أوفى بعهده من الله وعدك الإجابة فإذا ما دعوت استجاب لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم من هؤلاء الثلاثة الصائم حتى يفتر وفي رواية الصائم حين يفتر الصائم حتى يفتر أي طالما أنك صائم فدعاؤك مقبول الصائم حين يفتر أي أنت عند الإفطار لك دعوة لا ترد فإذا ما دعوت استجاب الله تعالى لك الأخت ميب تسألني بتقول لي ادعي لنا يا شيخ عليك أنت بالدعاء تدعي لنفسك ولمن أحببتي واجعلين معهم في هذا الدعاء ونحن ندعو لك إن شاء الله تعالى بظهر الغيب فدعاء الصائم مقبول عند الله تعالى الصائم حين يفتر يتفق مع حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد لا يردها الله تبارك وتعالى ولذلك الدعاء بالذات في ليلة القدر الليلة التي رفع الله تعالى من قدرها وشأنها وجعل قيامها أفضل من قيام ألف شهر السيدة عائشة رضي الله عنها تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أرأيت لو أني تحريت ليلة القدر ماذا أقول فيها؟ قال لها صلى الله عليه وسلم قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا دعاء سهل ويسير لم يأمرها صلى الله عليه وسلم بصلاة كذا ركعة ولم يأمرها صلى الله عليه وسلم بقراءة كذا جزء من القرآن لكنه قال لها دعوة فقط دعاء اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا ما بالنا لو عفى الله تعالى عنا ما بالنا لو صفح الله تبارك وتعالى عنا فقد فزنا ورب الكعبة ولذلك من مزايا رمضان ومن صفات رمضان ومن خصائص رمضان أن العبد يخرج منه مغفور الذنوب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اقتنبت الكبائر أم محمد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أزاك فضلت الشيخ فضالي يا أمم محمد لو سمحت عازة سألك سؤال فضالي أنا أخويا متوظفي يعني ما قلت رمضان بـ 25 يوم وعاوز أود لعياء لأخويا الزكاة ينفع لا ينفعش آه حاضر هنا يا حاضر الزكاة لولد أخوكي آه الزكاة لولد أخويا أخويا متوظفي وأعوز أود لهم الزكاة حاضر طب هم فقرة ولا لا يعني هم حلوين بس يعني في التعليم ومصرفهم عائل ويعني حاضر يا محمد يعني مش فقرة للدرجة دي يعني حاضر هبين لك حاضر وقول لك شكرا يا محمد طيب عشان يعني المتصلين اللي يوم حق علينا إن شاء الله هنجاوب الاتصالات اللي بتجننا وبعد كده نكمل موضوعنا الأخت مي بتسأل عن قيمة الزكاة أعتقد يا أخت مي دار الإفتاء والأزهر أصدروا بأن زكاة الفطرة هذا العام خمستاشر جنيه على الفرد الواحد فكل واحد رب أسره يشوف هو بيعول كم واحد معاه ويطلع عن كل فرد خمستاشر جنيه وإخراج القيمة تجزئ إن شاء الله مع إن الأصل في الزكاوات أن تخرج من المزكة منه بمعنى المال يطلع مال الزروع والثمار تطلع زروع وثمار الذهب والفضة يطلع ذهب وفضة المواشي برضو تطلع مواشي فمن عين الزكاة تكون الزكاة لكن الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى رأى بأن القيمة في زكاة الفطر أولى من الفطر يعني إذا شاء الإنسان أن يخرج طعام فلا بأس وهذا هو الأصل ولكن إن شاء أن يخرج القيمة مراعاة لمصلحة الفقير باعتبار أن المال هو الأساس في تملك كل الأشياء لأن الفقير لا يحتاج إلى طعام فحسب ولكن يحتاج إلى طعام يحتاج إلى لباس يحتاج إلى دواء وهكذا له ولعياله والمال يستطيع أن يشتري به ما يشاء من هذه الاحتياجات من أجل ذلك نقول بأن القيمة تجزئ وهذا أولى لمصلحة الفقير الأخت أم محمد بتقول إن أخوها كان متوفي قبل رمضان بـ 25 يوم تقريبا نسأل الله تعالى أن يتغمده برحمته وأن يدخله فسيح جناته وأن يجعله في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ترك أولاد فهي بتقول هل ممكن أود الزكاة لأولاده هنقول الزكاة لا تجوز على الأصل ولا على الفرع لا تجوز على الأب والأم ولا تجوز على البنت والاب وكذلك أيضا لا تجوز على الزوجة ما عدا ذلك لا حرج من إخراج الزكاة للأقارب بل هم أولى من الغريب ممكن أدي الزكاة لأخويا والأختي والعمي وعمتي وخالي وخالتي وسائر الأقارب وبالتالي أولاد الأخ وأولاد الأخت إذا كانوا فقراء وأنا سألتها سؤال قلت لها طيب يا ترى هم فقراء قالت لا يعني حالتهم متوسطة بس أسعدهم في التعليم إحنا عارفين أن الناس ثلاث أنواع من لا يملك حد الكفاية يدوبك عنده حد الكفاف فقير يحتاج إلى من يسانده في هذه الحياة وعندنا اللي يمتلك حد الكفاية يعني لا يدي ولا ياخد وعندنا الأغنياء اللي امتلكوا النصاب ومر على هذا النصاب حول كامل فهؤلاء الأغنياء يعطونا الفقراء والمساكين فهنقولك يا أخت محمد شوفيهم كده إذا كانوا هم فقراء بحيث يبقوا محتاجين للمأكل والمشرب والملبس والمسكن وقالة الحرفة فلا بأس من إعطاءهم الزكاة لكن من ناحية بقى أنهم محتاجين في التعليم وما إلى ذلك إذا كانت الحاجة الضرورية بالنسبة لهم فممكن تديهم من سهم وفي سبيل الله اللي هو بيتعلم في سبيل الله تسعديه من الزكاة والأولى والأفضل أن تكون هذه المساعدة من صدقة التطوع وخلي زكاة المال دية للفقراء والمساكين الذين لا يجدون ما يكفيهم أم أحمد سلام عليكم أم أحمد عليكم السلام ورحمة الله ورحمة الله فضالي عليكم السلام ورحمة الله قلني حضرتك أنا دلوقتي بقفل كلام شفاك الله وعفاك أرى اللهم وأمين يا رب العالمين أقول غريب والناس محمد حرام لهم فطبعا أنا مش مكتنع أنا قدت بصومة نينة وقميس قبل ما باقع دلوقتي حتى يوم القتيل أنا أنا علي يا زن يعني أنا ما قدتش أقضاء معرفة شبطة فالكل بقى يقول لي لا اكتغارت بك ده أعرم عليك إذا أنت بتعلم نفسك فمش عاص قاسة تأمين أنا برضي على يعني صومة حتى يوم القتيل هو الصوت مش واضح يا محمد لك أن أنا فهمت قصدك حضرتك تعبانة وبتخسلي ومع كده بتصومي واللي حواليك بيقولولك ما تصوميش حاضر هقولك يا محمد حاضر هجاوبك حاضر حاضر يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون حاضر حاضر رب هنصوم أنا مؤمن وهصوم وأسأل الله تعالى أن أدرك التقوى الصيام ده شكله إيه؟ وعمل إزاي؟ الأيام معدودات أيامها تعدي فعشان كده إحنا بنحب دايما الصيام وأم أحمد بتقول أنا تعبانة بس بحب الصيام واللي حولها بيقول لها ما تصوميش حرام عليك بعد ذلك يقول الله تبارك وتعالى أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فديات طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون المريض نعين مريض يرجى شفاءه ومريض مرض مزمن لا يرجى الشفاء من هذا المرض فإذا كان المريض مريض مرض يرجى شفاءه يبقى عليه الإفطار وينتظر بعد البرء إن شاء الله والشفاء يقضي هذه الأيام أما إذا كان المرض مرض مزمن لا يرجى شفاءه يبقى الله سبحانه وتعالى أعطانا الرخصة يا ست أم أحمد إن إحنا نفطر ونطعم مسكين عن كل يوم وحضرتك وإنت مريضة لو أفطرتي وطعمتي مسكين طعام كل يوم إن شاء الله تغدئ الأجر والثواب كاملا كمن صام تماما لكن لا تعذبي نفسك ولا تعرضي نفسك للخطر ويطالما إن الطبيب يقولك لا بد من الإفطار فعلينا إن إحنا نسمع كلام الطبيب ولا تقلق إن الله بالناس لرؤوف الرحيم وهذه رحمة الله تبارك وتعالى بخلقه رحمة الله تعالى بالمريض رحمة الله تعالى بالمسافر رحمة الله تعالى بالكبير والمسن وأصحاب الأعمال الشاقة فعليك بالإفطار وتطعمي عن كل يوم مسكين ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع درجتك إن شاء الله أستاذ أحمد أعلم عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل بقولك يا سيدنا الشيخ تفضل أنا يعني في رمضان فتعبت يومين ففترتهم فمش عارف بقى عوضهم إزاي بقى كنت مريض يعني ولا فترت ليه لأ كنت شغال فتعبت آه ماشي ماشي يا أستاذ أحمد هجاوبك إن شاء الله يمكن إحنا كنا لسه بنقول للستة أحمد إن رحمة ربنا سبحانه وتعالى على المريض وعلى المسافر وعلى الشيخ الكبير والمرأة المسنة وكذلك أيضا على أصحاب الأعمال الشاقة لو أنا بشتغل في عمل والعمل ده شاق وصعب وأثناء الصيام لم أستطيع أن أواصل العمل وحسيت إنها يغش علي لا في هذه الحالة لا تعذب نفسك أنت يا أستاذ أحمد فترت يومين بسبب هذا العزر بسبب مشقة العمل وما قدرتش تتحمل لا حرج عليك ولكن عليك قضاء هذين اليومين فقط ولا شيء عليك سوى القضاء طالما إنك أنت إن شاء الله بعد رمضان هتلاقي صحتك تجيلك وهتبقى تقدر على الصيام يبقى تصوم لكن لو أنت أصلا البنية بتاعتك ضعيفة وأنت مريض أصلا يبقى عليك أن أنت تطعم مسكين عن كل يوم يبقى أن تشوف حالتك الصحية فإذا كنت تقوى على القضاء عليك القضاء لكن لا تستطيع القضاء بعد رمضان يبقى عليك أن أنت تطعم مسكين عن كل يوم وهذا خلاف من أكل أو شرب متعمدا في رمضان بغير عزر يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة رخصها الله له لم يقضي عنه صيام الدهر وإن صامه حتى لو صام السنة كلها لن يحصل على الثواب الذي أعده الله تعالى للصائم في هذا اليوم عشان كده احنا بنبقى حرصين على صيام رمضان حتى زي ما سيتم محمد كده بتقول أنا عوزة أصوم مش أدر أفطر وكل اللي حوالي بيقول لي افطري وهكذا كانت أمهاتنا نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم الأموات منهم وأن يبارك في الأحياء سعيد السلام عليكم اتفاضل يا سعيد والسلام عليكم وانت بالصحب السلام الله يخبرك هذا ده كان فيه استصاب يعني بخص موضوع يخص بلدي هذا طبع الله كان فيه مشاكل بنا وبنخلاني بسبب المرهب في الوقت بالنسبة لليهم يعني معطيهم بعضيهم بصراحة يعني يعني هم ما بيقيدوش بعضيهم تمام بسبب ظرف الحصة بمشاكل بسبب المرهب ورثة وكان ده لابدنا حضرتك بقى يعني هل فيه الزنب مثلا على والدتي بالنسبة لحية إخوتها اللي هي ما أخلاني ما كلمهمش يعني المراس عند خلانك ومش عاوزين يدوها المراس اه مشاكل لا مشاكل ده المراس اه هي لسه مخادتش المراس بتاعها لا لسه ماشي حاضر يا سعيد يا ربس فيه يا الله يبركي عني حاضر حاضر الله يحسو وانت بالصحة السلام في الحياة دي مشكلة موجودة ومنتشرة بين العائلات الميراث إذا مات الإنسان رجلا كان أو امرأة وطرك مالا فهذا المال للورثة قسمه الله تبارك وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين وجاء تفصيل ذلك في كتاب الله تعالى وفي سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم ولكن للأسف ولكن للأسف الشديد ومن هنا تنشأ المشكلات ولدتك لم تحصل على ميراثها يا أستاذ سعيد وهي مأطع أخوتها وإخوتها مأطعنها وإحنا في رمضان بنقول نعفو ونصفح وإحنا جايلينا العيد بنقول صلة الأرحام صلة الأرحام بس هناك حقوق هي لو راحت وصلتهم ودتهم هي يستمرئ هذا الأمر وكأن شيئا لم يكن ولكن هذا اعتراض ضمني منها لأنهم أكلوا الحقوق وأكلوا الميراث ولذلك صلة الأرحام تتحقق بالعطاء وتتحقق بالزيارة وتتحقق بالسلام وتتحقق بالسؤال لكن ما بالنا من قطعني ومن حرمني فعليها أن تجمع أهل الحي أو أهل العائلة وتطالب بحقها وإن شاءت تلجأ إلى القضاء ولا حرج عليها في هذا أم محمد فضلي يا محمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضلي أم متوفية رحمة الله عليك وكانوا ملاسة عند أخوالي بس أبوها كانت توفى من قبلها بالزمان لكن أخوها توفى فهي لا تطلب الميراث من أمها يعني يعني عشت أعائل أخواتها مرتاحين وكويسين ودوات مبسوطين أحفر من أخواتي فما جاء أخواتي نعم جدك توفي إلى رحمة الله وسب ميراث ولدتك مرضيتش تطلب المراس بتاحها مرضيتش تطلبه عشان خلي توفى بعد جدا تمام تمام ماشي ولدتك دلوقتي توفت إلى رحمة الله أيو أنت بقى وإخواتك بتطلبه بالمراث فأولد خالك بيقولوا لا ملكمش حاجة أيو بيقولوا ما طلبتوش لا وستكم عايشة يعني إحنا ما طلبماش بيها لما ستنا توفى بيقولوا ما طلبتوش وستكم عايشة لأن تقولوا ملكمش ود حاضر هقولك يا محمد ملكمش ود حاضر حاضر شكرا لاتصالك يا محمد برضو تابع المشكلات اللي بتحدث في المجتمع إذا مات الإنسان انتقل ما يملك إلى الورثة وهذه حقوق لا حياء فيها فيجب على كل صاحب حق أن يطالب بحقه ويجب على الآخر أن يعطي الحقوق ولا يمتنع عن ذلك أما وإنها تأخرت ولم تطالب بحقها وماتت انتقل ما كانت تملك من هذا المراث إلى أبنائها فمن حق الأبناء أن يطالبوا بحقوقهم فهقولك برضو يا ستم محمد اجمعي كده جماعة من أهل الخير سواء من العيلة أو من المنطق اللي انتوا عايشين فيها ويخليهم يطالبوا بحقكم ولو ما وفقوش انت عليكم برضو من حقكم انتوا تلجأوا إلى القضاء عشان تخدم حقكم ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي الجميع إلى إعطاء الحقوق إلى أصحابها السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تفضل يا أساس إدريس ربنا يبارك لك تفضل الله يبارك لك يقول السلام طيب وانت بالصحة والسلامة تفضل أنا فطرت سنتين انت ايه فطرت سنتين في رمضان فطرت سنتين في رمضان ام ايه 84 و85 ما ايش كنا في العلاء وشغل شغل كان شهر 7 وشهر طموزي يعني هناك شهر 7 صعب اللهم وكانت شهر نعم شغل كنا رحين شغل يعني دلوقت كان عهد الدلو سدي سنة ايه هل حل بقى في السنتين ده الحم ما بقى اللي أنا فطرتهم انت بتصوم دلوقتي الحمد لله بصوم وبصلي من من الأيام على طول بس بالأيام دي بلد كنت بصلي طيب انت الحمد لله ماش مير دلله بس طبعا انت تصوم ما ادرك يصوم ان الشغل كان صعب وما ادرك يصوم خالص في السنة لهم 4 و8 و5 و8 انت بتصوم رمضان امين طيب بالنسبة بقى ما بين رمضان للرمضان ما فيش نوافل كده بتصومها لا فيه الوقت يا عم إدريس يا عم إدريس صلي على رسول الله لا مصلى عليك الشهرين دول في زمتك الشهرين اللي انت فطرتهم دول 84 و85 في زمتك ايو 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 فانت كده ان شاء الله بعد رمضان خدهم واحدة واحدة كده بدل صيام التطوع عصمهم بنية القضاء إن شاء الله إن شاء الله يوم بيوم عندك الاتنين والخميس ثلاثة يام من كل شهر عندك بقى يوم عرفة يوم عاشراء ده انك خد كده الايام الى ان يأتي رجب وشعبان إن شاء الله اكثر من الصيام فيهما وإن شاء الله ربنا هتقبل منك طالما انت فطرت بعذر إن شاء الله ربنا هتقبل منك ومشيحرمك الأجل شكرا يا أستاذ إدريس على اتصالك مين طيب ما اتصالي طرح وكلامني في أرميز فيه اتصالة السلام عليكم ربنا يبارك فيكم إذن العشر الأخير من رمضان هو عشر البركة عشر الخير والإحسان والبر فإذا كانت الفرصة قد فاتت في العشرين الأول من رمضان فالعاقل لا تفوته هذه العشر يكتهد قدر المستطاع فيها أكرمه الله تعالى بصيام النهار فعليه أن يكرم نفسه بقيام الليل فقيام الليل شرف المؤمن يرى فيه عزة والأجر عليه كبير من الله تبارك وتعالى وكذلك أيضا الصدقات والنفقات الله تبارك وتعالى يقول من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها هذا أمر عام في كل زمان لكن حينما يأتينا رمضان لا نتوقف عند العشر نقرأ قول الله تعالى من جاء بالحسنة فله خير منها ويضاعف الله لمن يشاء السلام عليكم فضلي يا أختموني وانت طيبة أبشري إن شاء الله أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقك الذرية الصالحة إن شاء الله تعالى عندك سؤال؟ نعم عندك سؤال؟ لا شكرا شخنا عزك تبديه لبا حاضر تبديه الجوز بالهدالة حاضر حاضر أبشري إن شاء الله ربنا يفرج هموكم وارزقكم إن شاء الله في الحقيقة سؤال للأختمونة هي بتسأل الدعاء ربنا سبحانه وتعالى ما أردش ليها الذرية حتى الآن يقول الله تبارك وتعالى لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير عندنا أربع حاجات الله تبارك وتعالى هو مالك السماوات والأرض مالك السماوات وما فيها والأرض وما عليها يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى يهب لمن يشاء إناثا من الممكن أن يرزق الإنسان بالإناث فقط ويهب لمن يشاء الذكور من الممكن أن يرزق الإنسان بالذكور فقط وقد يجمع الله تعالى للإنسان بين الذكور والإناث أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء الأخيرة ويجعل من يشاء عقيما سبحانه وتعالى يخلق كل أنثى صحيحة سليمة صالحة للإنجاب ولكن ربما عند الولادة أو بعد الولادة في حياتها يعتريها شيء ولذلك قال الله تعالى ويجعل ولم يقل ويخلق من يشاء عقيما لم يخلق الله تعالى امرأة عقيم ولكن عليك أن تصبري فربما يكون هذا خير لك من الإنجاب فعليك أن ترضي بقضاء الله تعالى السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله تعالى الله يكريم يكتفضلي فضلي أنا بنتي متوفية بلا ثلاث سنين وشيبالي ولا دين وقفت اشتكت أبوهم وباخدوهم نافعه وهم في حدانتي فهو دلوقتي قصد منا عايز خد من عايز الزغار عند ثلاث سنين ونحن يشعر في عم الماء حاجة يرسل هناك يستموني ويهزعوني أيوه سؤالك إيه أدل الوقت التالي ولا خليه معايا وازدكيه ولا أعمل إيه حاضر حاضر يا ربي بحث لكم سمعني انتبتولي يلا يرقين عني يا حاضر تابعينا وإن شاء الله نقولك أيضا من المشكلات الموجودة في المجتمع بانتهت ووفيت إلى رحمة الله تعالى نسأل الله تعالى أن يرحمها وأن يغفر لها تركت ولدين هي بتقول مش أدرة على مصريف الولدين وكل ما تطلب منه مش بيديها هو إيجا خد ولد وبتقول أدي له التاني ولا لا إذا كنت قادرة على تربية الولد الثاني فلا بأس وإن كان الوالد قادر على تربية هذا الولد فلا بأس أيضا أن تعطيه هذا الولد فهذا الأمر يرجع إليك فأبوه أولى بالتربية لأنك أنت برضو هتلاقي نفسك برضو السد كبر والمصريف هتبقى تقيل عليك ومش هتبقى ترعيه رعاية كملة اديه لولده وبرضو حاولي بقدر الإمكان أن أنت تتابعي تربية الولد حتى ولو كان ذلك من بعيد وبعدين ادفع بالتي هي أحسن مش لازم تطلبيه بأشياء ربما تكون يعني ثقيلة عليه وأعباء عليه بنتك توفيت إلى رحمة الله تعالى يمكن هو عاوز يتزوج وعاوز يعيش حياته بس برضو عاوز أولاده فلا حرج أبدا أن أنت تدي له ابنه التاني يا ربيه وانت برضو تحاولي ترعيهم من بعيد أو حتى من قريب وتحاولي تخلي العلاقة بينك وبينهم طيبة وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في هؤلاء الأولاد وأن يجعلهم عوض عن أمهم إن شاء الله تعالى أم محمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضال يا محمد معايا ابني متوفى عنده 12 سنة لما توفى كان عنده 12 سنة وتمن شهور وكانت بلخص الحلم بس أنا تعبان على جو الحياة جاهيم من بعدها ومعايا سمتة في البيت بتعييرني بموته كل شوية تعييرني وتوجعني طب وإنت مش عندك غيره يا أمم محمد مش عندك غيره معايا محمود ربنا يبارك فيه وتعييرني وتخلي الواد يقول لهم محمود ولديه صغير الحمد لله أنت حق ميت وأنا أخيه عايش يجب لهم يا أبي ديبك محمود الصغير ولديه ولدي عايش ويقول لهم يا أمم محمد أقول لهم أجيبه من هنا في الجنة يا محمود يقول لهم أجيبك علي وأنا تعبان على جو الحياة يا شيخ والله ماشي يا أمم محمد هجاوبك إن شاء الله وهو توفى وموت كهر عنده 12 سنة وتمن شهور حاضر من أبرار ومن شهدات أيو حاضر حاضر وأنا عملت مع ستزفة له نهار تعييرني بموته ولدي مش عارف أعمل إيه وأنا ساعة أتصاول ساعة مع ربنا سبحانه وقال عظيم وقل لي يا أرد عملت فيه كده هجاوبك يا أمم محمد إن شاء الله هجاوبك إن شاء الله اسمعينا من التلفزيون الموت حق والموت لا يميز بين كبير وصغير ولا بين صحيح ومريض فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ولكن ما علينا إلا الصبر ربنا يا أمم محمد اختارك أنت عشان يختبرك لأنه عارف أني أنت إيمان قوي والمؤمن بيبتلى على قدر إيمانه وعلى قدر دينه أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل فما عليك إلا الصبر وما عليك إن كنت تعرف إن هذا قضاء الله وعليك أن ترضي بقضاء الله تبارك وتعالى أما اللي بتعمله سلفتك فده يدل على إنها جهلة جهلة بالدين ودليل على إن إيمانها ضعيف ودليل على إنها بعيدة عن الله تبارك وتعالى فإنت بدل أنت ما تسمعي الكلام وتلاقي نفسك زعلانة وحزينة وتعتبي ربنا سبحانه وتعالى وما يصحش إن أنت تعتبي ربنا على أفعاله عرفيها إن ده قضاء ربنا وأنا رضي بقضاء ربنا عرفيها إن ابنك ده الذي لم يبلغ الحلم دخل الجنة فهو من أهل الجنة ويمكن ابنك ده هو يكون سبب في إنه خدك بإيدك ودخلك الجنة فأنت عرفيها كده هي اللي هتتمنى اللي لو كان ابنها اختاروا ربنا سبحانه وتعالى وربنا إن شاء الله يعوض عليك في محمود إن شاء الله وبكده نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة المباركة التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها في موازين الحسنات كل عام وحضراتكم بخير تقبل الله تعالى منا ومنكم الصيام والقيام وتلاوة القرآن وسائر الأعمال وجعلها في موازين الحسنات يوم اللقاء يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر